بسم الله الرحمن الرحيم بس اليوم عند Gradient Transform Tool اللي هي هذي Gradient Transform Tool حق تحريك 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 التدرج بالألوان يعني لو أخذنا Oval وسامنا كل شيء أبيض stroke أبلا سنوز stroke بيهم و أبلا سنوز Gradient رديهم أبلا سنوز أبلا سنوز و أبلا سنوز مرغبة كل لون ماضح بس طيب تشون تدرج الـ Gradient Transform Tool اختصارة F طيب اخترنا يطلع لك الهنادل هذه بالنص في النقطة هذه اذا وقفت علي يطلع لك السهم التحريك تضغط تحرك تحرك وين الـ Gradient وين يروح تدرج وين يكون مكانه كان النص يعني حقه هذا الـ Size حقه تحطه محدود قوة ولا مفتوح قوة هذا دورا طيب لدات الثانية راح نتعلم ان شاء الله هي الـ Free Transform Tool اختصارة Q طيب هذه مهمة هذه تحركها للتساهم طبعا Free Transform بخصص مضح الاسم دوران تغيير Scale في دوران هذا لقد اختصار من طرف هنا من بره يعني لا تتخلعه مربع تسحب الدور يعطيك دوران من الجسم ما عندنا كورة يعني يعني ما نشوف شي يعني نقول كذا ناخذ Free Transform Tool نجيه نسوي دوران يدور سنقوم بسكيل سنقوم بسكيل من هنا كل نقطة ستعطيك سكيل معين طبعا ال SHIFT أو ELT سيعطيك خيارات معين نضغط SHIFT و ندور يعطيك تسعين أو تسعين درجة و ELT شوفوا كيف الدوران صار مع ضعات ELT معنك كذا الأصل برضو سكيل شوفوا كيف يسحب الجهتين معنى الأصل الجهة واحدة برضو تقيد نقطة الدوران مثلا شوفوا كيف أسحبت النقطة حين ندور يدور على هذا العجل على النقطة هذه و برضو الميزة اللي أنت تعطيك هي Free Transform Tool إذا وقفت على نصف الشكل ضعت ALT و أسحبت نضغط نسحب هاي نسخة ثانية نضغط نسحب هاي نسخة ثانية نسخة ثانية هاي نسخة ثانية نسخة ثانية هاي نسخة ثانية